فوق هذا السحاب سقف العالم جبل إفريست الذي يرتفع إلى 8884 مترا فوق سطح البحر هو أعلى جبل من سلاسل جبال الهملايا قبل 60 عاما نجح رجلان في تسلق قمته للمرة الأولى النيوزيلاندي إدمون هيلاري والنيبالي تنزينغ نورغاي الشيء الأهم في بحثة 53 هو أن الرجلين ذهبا في رحلة إلى المجول كان يجهلان إن كان من الممكن أن يبقيا على يقظى أم لا وإن كان سيتمكنان من تسلق القمة الأخيرة وهي قمة شائكة الخنجر والوصول إلى ما يعرف اليوم بخطوة هيلاري نجاح رفع بالرجلين إلى درجة الأبطال في جميع أنحاء العالم من قبيل الصدفة تم الإعلان عن نجاح البحثة البريطانية يوم تتويج الملك إليزابيت الثانية ودامت البحثة التي انطلقت من كاتمندو شهرين وشارك فيها أكثر من 300 شخص نقل ثمانية أطنان من المعدات من بينهم هذا الرجل الجميع عرف أن تنزينغ وهيلاري تسلقا جبل إفريست لكن لا يعلم أحد كم عملنا بجهد طول البحثة لم يقولوا شيئا لنا تساءلنا مالذي سيجدونه في الأعلى لم تكن لدينا أي فكرة في غضون ستين عاما مشي أكثر من 3000 شخص على خطاهما من بينهم ياباني في الثمانين من العمر وأول امرأة تسلقت القمة مرتين في الموسم نفسه لم يعتقدا أبدا أن ما قاما به سيكون بهذا التأثير كان فقط يريدان تسلق إفريست معا ربما ظنا أنهما سيستقبلا ببعض التصفيق عند عودتهما وأنه سيتم استدعاؤهما إلى بعض حفلات العشاء ولكنهما كان يظنان أن الأمر يتعلق قبل كل شيء بتسلق أعلى قمة وفي نهاية المطاف يعود الجميع إلى حياته الطبيعية تسلق بيتر الجبل الذي غزاه والده لمرتين مثله مثل كثير آخرين لإحياء ذكر الرجلين الذين مهد نجاحهما الطريقة أمام قطاع الرياضات الخطرة